مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم رسيت كعك الورقة بروفيسيونيل ولا رسيت بروفيسيونيل فما برشة طرق وما باش يعملوا بيهم كعك الورقة سباق للفيديو صورته لكم هذي مقطع منه والبشي تشوفوه تاول مقطع متاع الفيديو القديم عملت لكم باشكال مختلفة معملت شكال كعكة كهو عطيتكم في برشة تفاصيل اختار الفيديو وضاع على غلب اليوم عاودت صورت لكم الفيديو باكثر دقة ووضوح نفس الوصفة هذي كمية وقتها متاع 3 كيلو لوس صورتها معاكم اليوم باش نعملكم جوزت كمية صغيرة باش خطرتو ما ديجاتو تطلبو مني ديم الكمية الصغيرة وانا باش نجموك حتى كيطبق وتعاوضوا طبق الوصفة انا ديكم احويجها معني هذي بتيت كونتتاي وديكم احويجها مزيانة اليوم عملتو التام كيف ما تشوفو عبارة مولود جديد بلوسيال وروز بيبي وابيوف طريقة ترديسيونيل سهلة ما تختلفش برشا على الطريقة اللي عملوا فيها اهل زغوان بالمناسبة احياليهم الناس كل ورب يعيني الناس كل شو كيما تشوفو فيها الكعبة كفنية الورقة متاحها رقيقة برغم لي دورتها دورتين ونص ورقيقة ومزيانة وهشوشة على الاخر يعني دوبا ما نزلت عليها ديركتة فاتفت فريمو بالحق بنا 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 على الاخر اني منحبش برشا كعكل ورقة لكن تعجبني كنا عمل حاجة شوية في الدار وكمية بسيطة كل ونشيخة عليه وتواتت قداش ممرز دا نشري من الزغوان فريمو يعطيهم الصحة نسي حراير ونص والله ما شاء الله ربيعينها ما شاء الله الناس كله ربيفتح عليهم مانيش بش نزيد نطاول عليكم برشا يلا بش نمشيوا للمقادير وطريقة التحذير مع بعضهم بالتسلسل يعني لهنا كيف ما تشوفوا عنا كيلو دقيق خاص بكعكل ورقة نجمو اذا كان معدكمش فارينة سبيسيال كعك ورقة تعملو بالفارينة متاع تيب 450 ولا تي 45 ولا تي 55 ولا تي 50 اختاروا واحدة من هذوما وحطوا فيها قرصة ملح وبعد تالي لموها على كيلو فارينة نحطوا 450 جرام زبدة مغلية من زوعة الحليب بتنخليكم رابط المتاحة زبدة المغلية ولا زبدة الطايبة تحت فيه صندوق الوصف يزم تقعد اللون متاحها دوري ما تبداش طايبة عالاخر تقعد كيف ما تشوفها في الفيديو ذهبية ملاحظة مهمة فما برشا نسي يستعملوا زبدة سافوروس وإلا لا ديليسيوز وفما شكون زده يستعملوا المارجارين العادية لكن الحلو متاعكم إذا كانت تحبوا يصبر أكثر تعملوا زبدة الطايبة اللي بيش تلقاهوا الرابط متاحها تحت في صندوق الوصف ورغم جوزة الفارق ما بين هذوما الكل في أنواع الزبدة الزبدة تخلي الكعك يصبر أكثر لأنها رشت الملحضانك والفارينة وحطيت عليها الزبدة وزدت بيش نلمها لمان بالماء النسري ماء النسري الناس اللي متعرفوش نجموا تدخلوا على جوجل وتكتبوا ماء النسري طوي طلعلكم بحث كامل على ماء النسري خطر كام بيش نقعد نفسر فيه هالموضوع بشي طول شرحوا أكثر فما شكون زده ينجم يلموا بماء الورد وإلا ماء العطرشية وإلا ماء الزهر كل واحده ذوقه كل واحده كفاش يحب أما نحبذ معناها ودو برفيرانس وننصحكم زيدة يأما تعملوها بماء الورد ولا ماء النسري حصلوا هذوما اللي دو برفام معناها اللي دو الأو ناتوريل هوا برفام ناتوريل خاطر يعطيوا بالحق ريحها وقوب نينا برش حصلوا العجينة اللي موحط اللي نتحصلوا عليها بالقوام هذا ما يزمش تكون يعني معناها كما نقولو أحنا أطرة من هكاكا خاطر ما تنساوش ومبعدتالي بش نعملها مرحلة أخرى يعني في تحذير العجينة دوك الهناي العجينة متاعي بش نقسمها معناها أتروابول بش نعمل زوزو واحدة متوسطين ولقمة يعني كبيرة وبش نحط فيها الملون كان لحطوا ما حطيتش الملون من اللول اللي هو الملون الأبيض وتنجموا تستغنوا عليه نهائيا خاطر دجا مبعد بالماء والعركان دجا بش تبياضة بش تحذير عجينة الكعك الورقة كل واحده كيفاش يحب نسبة لي نحط ثاني نحبها ونحبها تبدل كعبة بيضة نحط شوية على رأس المغرفة تنجموا تحطوا خميرة أما ما ننصحكم بش زادة كيف تحطوا الخميرة متو محرارة وفهمة معناها فازات الكبسات تحبوا تعملوه متحبوا متعملوه مش حاطيت شوية كولوران جيل روز كولوران جيل بلو سيل تنجموا تحطوا زادة لكولوران بودر تستعملوهم عادي جدا وكيف كيف زادت نجموا تستعملوا لكولوران معناها ليكونوا سائلين عادي ما يأثروش يعني على عجين المهم احترام المقادير تحطوا جسد قطرتين ثلاثة وتعجنوا ورتبالكم تغلبكم يعني البات وكل شيء لهنا هذي البات متاعي اخذيت البات البيضة كيف ما تشوفوا فيها نعجن فيها مني نحاول نعجن ومن قطعش العجينة يعني جوست نلم من غير ما نقطع العجينة القوام بتاعها ما زالت مكبوثة العجينة وراني ننصحكم بالحق ننصحكم ما تراتيوش اللي تاب متاع تغطيص العجينة في الماء السخون والماء المغلي يزمكم تغطسوها متو ما ايجن قلكم ما جوش نقلكم مرتين ولا ثلاثة اما انتي والمودال الكسوحية متاع العجينة متاعك كان العجينة متاعك معناها انتي صبيت فيها برشة الماء المنسري في المرحلة الأولى او كغطسها مرة واحدة في الماء المغلي يزي واعجنها مليح كان انتي معناها ما ما بليتهاش مليح وخليتها كما القوام اللي خليتها الهناه في الفيديو معاكم دونك جوست غطسوها مرتين ولا ثلاثة مرات قيس ممتوم تحسوا قداش العجينة طار طرية معاكم راهوا دور الماء سخون انه يبيض العجينة وانه يخلي العجينة متاعك رطبة وطرية وانه زادة يخليها شوشة صدقني دور الماء المغلي تغطيس العجينة في الماء المغلي عندها دور كبير جدا وطريقة العجن زادة كيف ما تشوفوا فيها حاولوا ما تقطعوش العجين رد بالكم ما تغطسوش العجينة على خطر راهوا جربتها قداش من مرة فازت تغطيس العجينة في الماء السخون ولا في الماء المغلي راهوا ما كان متغطسوهاش راهي مش وتعتيكم نتيجة مزيانة بالحق عن تجربة وعندي سنين معناها فيها وخدمة وكل شي بصراحة ننصحكم غطسوها في الماء المغلي خطر راهي تحدث الفرق جربوا متوما دجا كمية صغيرة ما تغطسوها شو كمية غطسوها ووحدكم ووحدكم قروا راهي مش حل زادة حتى دي كانت معناها تتلموها بالماء المغلي دجا مش حل راهو جربتها زادة كيف كيف ما طريقة ما غيرناش حابتاتا تحبوا على كعك ورقة مزيان وهشوش وطري ومزيان برشا اعملوا الميتود هذي كيف ما شفتو غطستو في الماء ثلاثة مرات ومعتال يعجنتو اللي حتى تنجمو حتى الأربعة مرات ما يقلقش المهم يزمكم تجروا هاش برشا تغطيس عدد المرات متع التغطيس هو سولان اللي تراوط العجين متاعكم معنا تنجمو تغطسوه مرة واحدة تكفيرة هذه معلومة معناها مهمة زادة ونصيحة مهمة عملت نفس العملية مع العجين الروز والعجين البلوسيال وكيف ما تشوفو راهو كنقولو كعك ورقة نقولو الراحة ثم الراحة ثم الراحة للعجين كل ما العجين متاعكم ترتاح كل ما العجين متاعكم تعطي الطوع تنجمو تعجنوها كمرحلة اولى بالباتور لكن بعد التغطيس يلزمكم تعملوها باللي بيدكم واذا تنجمو زادة بعد التغطيس تعجنوها بالباتور خاطر تنجمو اما الراحة علش نقولكم اما يلزمها ترتاحة واش نفسر لكم شنية الحكاية بعد ما نحكي لكم عاللوز لهنا اخذت كمية صغيرة بركة متاع الوز عملت 200 جرام لوز راهو كيلو كعك كيلو فارينة كعكة تستحقوا عليها 450 500 جرام ساعات 400 جرام انتي وقداش بتحط معناها بودان وقداش تعمل اشكال وكل خاطر عملتولكم اقبل باشكال مختلفة مره جاي نعملكم اشكال اخرين تواجنو فازات اخرين على 200 جرام لوز لهنا بصراحة نحبها حلوة كل واحد وكيفاش لحلاوة يحبها يعني كعكة الورقة نحبه حلوة ما نحبوش معناها ماصد فما الناس يحبوه يحطوا فيها 50 جرام بركة سكر على 200 جرام معناها الربوع متاع كمية لوز سكر بالنسبة لي نحط نصف كمية لوز سكر نحكي اذا كامش نعمل الداري اما اذا كامش نعمل الناس سكر نعمل لهم معناها 50 جرام ولا نسوي لهم تحبوا حلوة كيفما تشوفوا ولميتها بالماء النسر يقح وما في حط شاي زياد البات باش نحكي لكم شوية قبل ما نرجعوا طويل البات متاعنا كيفاش تعجنوها بالباتر تنجمو تلموها البات ملو بس بسوها يعني باك الكاية ذيك الكاية باك اللي يعملو باك باك اللي يعملو باك باك اللي يعملو باك سابلي انسيت اسمها لش هدو قليلها الله وشو محمد رسول الله ومبعتالي تعجنوها بالماء النسري في وسط الربو ومبعتالي تغطسو وترجعو للربو يعجن لكن يزنكم ترطحوا العجينة ما اقلش من ساعة كسوها كان في الصيف ساعة كان في الشتاء صدقني ساعتين وثلاثة سوية وعادي جدا تعجنها الصباح وتخدمها في الليل رهوة ملاحظة ده مهمة جدا شوفوا كيفاش ولا القوة متاحة بعد ما رتحتها رهو الراحة الهنا يراني بين المرحلة والمرحلة مرحلة لولا رتحتها ساعة وبعتالي رتحتها ساعتين وطو رتحتها ساعة اخر شوفو رتحتها بعد ما تنفيخ بالماء اذا كبع ما عجنتها دي جابع ما غطستها في الماء مغلي رتحتها ساعة عجنتها مليح مليح معاكم في الماء وبعتالي زيت غطيتها ورتحتها ساعة وطو نعاود نعجن فيها باش نرطبها المرحلة هذي يسميوها الترطيب الترطيب ما يصير كان بيديوكم رهوة مصيرش بالعجينة رهو كي تبدأ عندكم كمية كبيرة رها ما تصيرش بيش تخدموها بيديوكم الكل تنجمو تعملو بالعجينة لكن مرحلة الترطيب رهي مهمة تتعمل معناها باع 3 أو 4 سوية ملعجنين بالحق وضو نصيحة والله منيش يغرى بيكم نعتيكم كان كل شي بالتفصيل الممل وجربو النصايح وكان ما فهمتوش حاجة اسألوني في الكومنتر را نجاوبكم ان شاء الله شوفو كيف ني العجينة تولي رتبة يلزم تولي رتبة بالقوام ذاك العجينة رهو مرحلة الترطيب باش تجيني العجينة ليس ورطبة فمشكون را يحط فيها 500 جرام زبدة معناها مغلية وكوشية بصراحة اني تجيني برشة 500 جرام انترخولي 50 جرام 50 جرام تحسها تولي العجينة ياسر معناها مزيتة ولا كيفاء وكان حاستو العجينة ياسر طريا في ايديكم زادها اغلطوا مثلا انو تحبوا تنقذوا الموقف حطوا العجينة ترتاح نص ساعة في الفرجدير في الثلاجة العادية في الثلاجة العادية في الثلاجة العادية مش في المجمد ترتاح نصيف ساعة هذا هو وقت اللي تزيسة يستخدموا به حلو الباطم وخدموا الكمية اللوزة قسمت بها تروا بوداء 200 جرام اللوز 25 كعبة كعك 23 24 25 كل واحدة وايدها وكل واحدة وكبروا حجم كعبة الكعك اللي تحب تطلح وريتكم مقبل الفازات تعملوا مقروضة وتعملوا الدمعة وتعملوا التواجن وتعملوا فما برشة فازات تحصلوا اشكال تابع الكعك الورقة لكن قلت هو فيديو كعك ورقة خليني نعملها مكان كعك الورقة وان شاء الله في المرات الجايين نفس الوصفة جرت نوريكم اشكال اخرين ولا نحل نعمل معاكم مباشر دونك اذو ما قعبت كعك الورقة كيفاش لموهو ممليح نعملوا دورتين ونصف ماقصتهم لكش بالمصدر عينك ميزانك بالحق فريمون في الحاجة هذي عينك ميزان دورتين ونصف دورها يلزم يكون البودان لوز خشين كيف ما شفتوا وتحصلوا على بودان خشين تكون ورقة عجينة الكعك تطرحها رقيقة ومبعد تالي تحط عليها كالبودان شفتوا قداش يحجموه ومبعد تالي تحطوها على العجين اللي اذا جاءت رحتوها وتعملوا لفتين ونصف لفتين زوز لفات ولا لفتين ونصف تأتي دورتين ولا دورتين ونصف على العجينة اللوز ومبعد تالي ما تطرحوهش عالبلاسة رد بالكم احساسي كلموا تتذكرون بكل كمية اللوز متاعك كل سوابع سوابع حطوها في الطبق وغطيوها كل مرة تعملوا بودان تركحو تكملوا بودان ترجعوا تتكون بودان التي تسجيل بالسطور السجنة التي تتعبون فإن تسقط منها لتنجم طريقة هذا يعمل تنجم طريقة هذه الممارسة وتصنع الطريقها الخاصة كيف تعملوا كعكات كعكات بالنسبة لي اشوفوا مع بعضنا طريقة القصان متاعي متاع الكعكة نجم ما تساعدك شراهو نجم يساعدك ان تقيسوا باكو لخميرة ولا باكو سوكور فانية العرض متاعه تقيس طول الكعب هنا كيف ما نقطلكم تلموهم دي بودان تحطوهم على جنب وتغطيوهم بعد ما يرتاح البودان متاعكم مليح تحلوه مليح مليح كيف ما تشوفوا بالشكل هذا قدامكم والغلظ متاعه وزدق كيف ما تشوفوا فيه كيفاش كل شي يكون بالمعقول ترحتو سبعه طويل تاع بودان بودان طويل ومبعد تالي باش نبدأ نقص فيه طريقتي في القصان هذي مساعدتني وصنينا اللي نخدم بها بالطريقة ذيك نقيس نحط صبعي في الوسط وندور ونقص هكيك نحط وندور ونقص انتي متوما احراء نجم تقيسوا كيما قطر كمباكو لخميرات نجم تقيسوا اذيك المجاش دورة ونصفك حليتوا باش نحيلوز ونعاود نستعملو و هكذا دواليك حتى لي نكمل الباتل متاعي الكل وكيف كيف زادة من ديركت من كعك همش ديركت نردهم بكعك نحطهم على جنب ونغطيهم ونبعد تالي نطلحهم ونخدمهم بكعك نحطهم بكعك الورقة تحبلها وصع البال تحبلها ايد معناها تكون مرتاحة فيها وتوسعوا بالكم على الحاجة ويحاول الليه تجيكم محوجة مزيانة ومرتوبة وتعمستوستين كيف يحاول الليه ان شاء الله يكون كل شي واضح في الفيديو وكين فما اي تساؤل ولا اي معناها حاجة ما فهمتو هش قولولي نجاوبكم تحت في الكومنتير تحت الفيديو ان شاء الله بالحق نكون فتكم راهو كل كل واحدة واشنية تنجم الحاجة اللي تساعدها في طريقة الكعك وتنجم تعمل اشكال باش نقولكم نصيحة زادة فما نيس تقولك نسكر بالزبدة راهو طريقة التسكير بالزبدة ما يسكرش الكعبة تقعد ديما القفلة ظاهرة دو بريفيران وزدحتها في التسكير تسكروا بالماء النسري ترتحوا كالصوبعات كيف ما تشوف فيهم هكيك ترتحوهم تغطيوهم وتخليوهم لان يرتاحو شوية باش نجمو تعودو تحلو وتشكلو الكعك متاعكم طريقة التشكيل زادة ولا اسهل هو تاخذو بودان يكون بودان ظريف وباش تبدو تحلو فيه شوية باش يعطيكم الطوع يعني في القفلة وكل شي تحلو كيف نكاكا شيرة تحلوها واسعة وشيرة تردوها الحافة متاحة حادة وتسكروها بالماء النسري كيف ما شوف هذا هي كعكة بالحق بنين ورسات بالحق بروفيسيونال ان شاء الله يربي تجربوها وتعجبكم تلاحظو كان زم تعملوا روتار في الفيديو وتلاحظو كيفش تكاكوها كل واحد وكيفش يستنس ورهو مدى دقة وفيانة الكعبة بالاستناس مش بالسهل وانا عادي اربع خمس كعبات تضرب فيهم نص ساعة باش تسنس ايدك تتعملهم عادي راهو كيلو ثنين ثلاثة الرابع كيلو تقاروحك تجري جري اللهم صلي عني بي بالممارسة معناه نحكي كيلو وثنين ثلاثة نحكي كيلوات الوزرة وديما اعمل براتيك لحاجة ديما اتمرسها كيفش قول احنا اتدرب عليها ان شاء الله حتى تعملها بالتمر راني ملاحظة باقي العجينة باش نمشي نعملها بالتمر طوكين تحبوا نعمل هلكم باقي العجينة متاعك هكا الورقة هذا بالتمر في الفيديو قولوا لي خليوا لي كومنتير تحت قولوا لي نحب نرها كيفش تعملها بالتمر قولوا نعملكم فيديو كيفش نعمل باقي العجينة هذيك بالتمر بالنسبة لي هذي طريقة كيفش نعملها متاع الكعك متاع طريقة متاعي كل واحده كيفش يحب يعمل كل واحده كيفش يخدم وكل واحده كيفش الثانس يخدم في الاخر اللي يريحكم عملوه وان شاء الله يربي الوصفة تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتتقولوا لي رايكم في الكمانتز تحت الفيديو وكانكم اول مرة تزوروا قناتي متساوش وضغطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل شي جديد ان شاء الله بعد ما نسمح كعبات الكعك متاعي باش نحطهم في الطبق راوا فم تبقات خاصين بكعك الورقة وكعك الورقة راوا ميحبش النار لقوية اذا كان الفرن متاعكم بالغاز تعملوا فرشة من اللوطة متاع فارينة وبعتري تحطوا فوق فرشة الفارينة تبقى متاع قويسان وبعتري تنظموا كعبات الكعك متاعكم وتحطوا في وسطك الكعبة جوان جوانات متاع كعك الورقة يتباعوا في محلات بيع مستلزمات الحلويات وتنجموا تشريوا طبق خاص كعك الورقة يبدوا فيها كاكا اللي جوانات هذوك ما طالعين دجا وانتي جوز تحط كعبات الكعك وكهو كل شي ان شاء الله يكون واضح ان شاء الله يا ربي ما نكون ننسيت حتى شي وحتى معلومة لا تنظموا كعبات الكعك متاعكم وتحطوهم في الفور يطيبوا انتي والفور متاعك انتي وقوت الفور متاعك بالنسبة لي نحطهم على فور 140 درجة 140 درجة على درجة حرارة 140 درجة نخليهم 4 ساعة 4 درجة نقيسهم ساعات 150 160 درجة حصلوا انتي وقوت فورك ودو بريفرانس يكون الفور يخدم من اللوطة ومن الفوق وسخون من قبل ما يكونش فور بارد يعني وكل واحد وكفش اني علش قوت لكم كل واحدة وقوت فورها ينجم فورك بالغاز ونقولك ما تفوتش لا المية اندرجة حطوا منيموم اذا كان فور بالغاز خاطر كان عندي يقبل فور بالغاز نطيب الكعك على مية درجة باش ميتسادش من اللوطة خاطر الكعك راهو يلزم 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 يقعد اللون متاعو فاتح فهمتوا ان شاء الله يربي المعلومات تكون وصلتكم الكلها واضحة وكان انسيت اي حاجة ولا انسيت بصراحة اي حكاية قولولي اسألوني معناها تحت في الصندوق ونجاوبكم ما تنساوش اذا باش تعملوا طلع لصندوق الوصف وطوما بقالي كان باش نقلكم الى اللقاء ان شاء الله وان شاء الله يربي قعبت الكعك متاع عجبوكم وجربوا الوصفة وطبع ثولي تطبيقاتكم كسوة على انستغرام تعملوا هاشتاج كسوة صندوس على انستغرام باش نشوف التطبيقات متاعكم سينو تنزلوهم على الجروب متاعكم صنافة ونصف نخليكم الرابط متاعه وتحت في صندوق الوصف ومرحبه بالناس اللي ما تعرفش الجروب الكل وطوما بقالي كان مش نقلكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بسلامة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر